توصل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الثالث على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وبحضور وزراء الترمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار محمود فوزي وزير أشؤون النيابية والقانونية وتواصل السياسية وأكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على أن المناقشات التي تمت بين نواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة والتي تمت خلال اليومين الماضيين عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري